موسيقى السلام عليكم ورحمة الله معكم مجزي هنيني منصة قمة التعليمية في شرح مدد كاركولا سوالنا طلاب جامعة علم و تكنولوجيا اليوردنية في المحاضرة السابقة احنا اتكلمنا Limits to infinity ووضحنا كيف بقدر اجد النهاية As X goes to infinity or minus infinity ووضحنا ذلك والاخصنا في ثلاث حالات رئيسية اليوم ان شاء الله رح نبدأ محاضرتنا بهيك مثال خفيف لطيف فيه فكرة جديدة فعليا فكرتين جداد تقريبا يعني فخلينا ايش نشرحهم اول شي بيحكي لك limit sign X تربيع minus one over X minus one as X goes to one طيب في هذه الحالة لما يكون في عندك انت دائما اقتران دائري sign أو tan أو cos ان شاء الله فيه احنا اخذنا في المحاضرة الاولى في الشابتر والموضوع مهم جدا اللي هو بعض الصياغ الرسمية لما X goes مثلا تزيره لل sign والتاني فدائما بدك تروح انت تتخيل هذا الصياغ وتحاول تصيغ الليمت اللي عندك على الصيغة ايش على الصيغة انت ما خده والصيغة انت حفظه عشان تقدر تجيب جواب للنهاية لانه مثلا هاي النهاية لعملت تتعود مباشر sign 1-1 sign 0 sign 0 على 1-10 فبالتالي انت مش عارف فعليا انك تجاوب هاي النهاية هيك بشكل ايش سريع و بسيط فبالتالي لازم تقدر تبسط شكلها الى شكل مألوف بالنسبة لالك طيب كيف بدى ابسطها الى شكل مألوف بالنسبة لالي وعندي sign x-1 وعندي x-1 اول اشي طرج لك تساوي اضرب في المرافق تبع المقام عشان تخلي المقام x-1 زي الزاوية تبعة السين تمام لانه في الشكل المألوف اللي انت عارفه المقام كان نفس ايش كان نفس الزاوية طيب ببدأ باجي بحكي ضرب x-1 ضرب في المرافق المقام عشان اخلي x-1 في x-1 طيب هذا الكلام شو راح يعطيني هتحكي لي تساوي limit x goes to 1 sign عادي نخليها زي ما هي x-1 x-1 لان x-1 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 ضرب قديش x-1 اللي هو ايش اللي هو بسط اللي هون و x goes to 1 لاحب انه المقام اللي عندك هون تمام هو نفس ايش نفس زاوية الساين افصل اللي مت اللي مت حكينا هنتتوزع على الضرب افصل خد هاي من هون هيك limit وهالثاني ايش limit لحال طيب ممتاز ها لو اخدتها limit و x goes to 1 شو راح تعطيك 2 يعني هيك على طول خلي هالامور ايش من تلي ابسط و لما فصلت المت هاي اعطتك اثنين فصف عندك اثنين في limit ساين ال x تربيع minus 1 على x تربيع minus 1 as x goes to 1 و انا فصلت حكيت انه هاي اخدتها لي مت لحال x goes to 1 واحد زايد واحد اثنين انا طول طلعت معاي طيب هسا انا بالصيغة اللي حافظها تمام بكون هون ال x تربيع minus 1 هي عبارة عن معامل واحد وكون x goes to 0 او المتغير x goes to 0 علشان تخلي هادا الكلام بالد تيجي على الجنب وبتعمل substitution substitution يعني تعويض يعني بدي انا اجيب متغير جديد افرضه و اعوضه في limit عندي كيف يعني بفرض متغير مثلا اسمه h وبحكي h تساوي x تربيع minus 1 تمام h تساوي x تربيع minus 1 طيب اذا h تساوي x تربيع minus 1 ندعوض هون ايش h وتحت h طيب x goes to 1 لما x تساوي 1 يعني add x equal to 1 h بدها تساوي h تساوي الصفر يعني لما x تقترب من 1 h راح تقترب من ايش من الصفر فبتصفي عندي المت كالتالي تساوي 2 limit sine خلي بالك h على h as h goes to 0 كيف خليت h goes to 0 عوضت x 1 وشفت h قديش بتعطيني تمام فطرعت h goes to 0 هس هاي صفت زي الصغر انت حظوها خد معامل الزاوي على معامل المقام ويساوي 1 في 2 ويساوي 2 هذا هو الجواب ايش هذا هو الجواب النهائي هذا هو الجواب النهائي لهاي element فكرة سهلة وبسيطة بس انت حاول انك ترجع تحلها كمان مرة نواخد اللي بعديها limit x تربيع زائد sine to x over tan x plus sine 5 x as x goes to 0 هذا لو عوضت انت صفر صفر زائد صفر صفر على tan 00 plus sin 00 صفر على صفر طيب كيف بدي اقدر اتخلص من صفر في البس وصفر مقام اقدر النهاية بنفس الطريقة انت عندك sine tan sine وما الى ذلك دايما حاول فكر في ايش دايما بحاول افكر باني اجيب الفورم اللي انا حافظه اللي هو limit as x goes to 0 sine x على x أو tan x على x كيف اقدر احصي هذا الكلام من هون اقسم كل الحدود على x اقسم كل الحدود على x تمام لما اقسم كل على x ولك اني عملت ايش لانه x على x 1 x goes to 0 x تربيع على x زائد sine 2x على x over tan x على x زائد sine 5x over x as x goes to 0 ووزع المت عليهم واحد واحد يعني وزع المت على البص التير من الاول زائد التير التاني المت على المقام المت term اول زائد المت التير الثاني هيك تخيل هاو x goes to 0 شو تعطيك خد المت تبعتها x تربيع على x ما تربيع شو ما لها بتروح عوض الصفر يعطيك صفر زائد خد المت على هاي limit sine 2x over x as goes to 0 شو 10x على x 1 زائد sine 5x على x 5 ويساوي 2 over 6 ويساوي 1 over 3 وهيك انتهى إيش حل إيش النهاية تمام بس بكل بكل بساطة انك تقسم كل إيش على x عشان تقدر تخلي كل إيش كل term مألوف بالإسبيلك وكل term قابل للحل بنهاية إيش بنهاية موجودة هذي ونبس فكرتين سريعات حبينا نبلش فيهم إيش الفيديو كتإحماية نيجي هلا على موضوع جديد عنا طبعا هم المسألتين محطوطات لديك في السليدات هنا نيجي موضوع شي يسمو squeeze theorem أو ساندويتش تمام هذا squeeze theorem شو بتحكي لك لو أنا كان في عندي اقتران معين تمام هذا الاقتران قيمته النهائية واقع ما بين اقترانين يعني هو أكبر من أو يساوي اقتران معين وأصغر من أو يساوي اقتران معين تمام لو أخذت لمت لهذه الاقترانين المحاصرين هذا الاقتران وأعطوني نفس القيمة مع أنت لمت الاقتران بالنص هيعطيه نفس القيمة كيف يعني يعني هون هو شريح كثير بحكي لك عندك اقتران f of x تمام محصور ما بين اقترانين h of x g of x هذar three functions تمام يعني كل واحد فيهم اقتران لحال و f of x برمين أو يساوي ال-h وأصلا يساوي ال-g لو أخذنا لمت ال-h عند x goes to a وكانت نفسها لمت ال-g at x goes to a متساويات ويساوي l معناها لمت f as x goes to a تساوي برضو l تساوي برضو l خلينا نأخذ مثال عليها عشان نمضي حمية في اللي عندك هون بحكي لي لمت cosine x على x as x goes to infinity هاي هذي limit ولا تشبه أي حال من حالات اللي احنا شرحناهم سابقا في النهايات هي x goes to infinity صحيح ولكن لا هي polynomial ما هي polynomial ولا هي fractional function ولا هي من ال-common cases اللي احنا حكينا عنهم أيوه كيف بقدر أحلها لما تشوف نهاية بالطريقة هاي بدي أشوف اقتران بقدر أحصره ما بين قيمتين تمام طبعا عشان أسهل عليك الطريق وعطيك يا من قصيره اقترانها تقدر تحصرها بين قيمتين المشهورات هما sine وال cosine وغالبا هذا هو الحال رح تيجي cosine أو sine تحصرهم ما بين السالب واحد والإيش والواحد يعني هذي عشان تكون أمور as basic as possible خد cosine وحصرها خلتشوف تريد أن يطلع معنا cosine هي أكبر من يساوي السالب واحد وأصغر من أو يساوي الواحد صح ولا لا مظبوط أنا بدي أوصل لهذه الحالة لهذا الاقتران شو بعمل بقسم كله على x هذه على x على x على x خدهم واحدة واحدة شوف هاي أنا حصرتهم بين اقترانين صح ولا لا هاي الاقتران بدي أخذ للميت حصرت ما بين الميت الأول as x goes to infinity لو أخذنا سالب واحد على x as x goes to infinity هاي أخذنا limit minus 1 over x as x goes to infinity شو تتعطيني لاحظ انه هذا fractional function درجة البسط أقل من درجة المقام صفر على طول هاي بنفس الطريقة limit واحد على x as x goes h to infinity fractional function درجة البسط صفر درجة المقام واحد معنى limit تساوي 0 لاحظ انه limit الاقتران اللي على الشمال 0 الاقتران اللي على اليمين 0 معنى الاقتران بالنص رح يكون ايش جاوبه 0 تمام هذا هو وفح سكوين 3 فقط هذه هي انك تقدر تحصل الاقتران ما بين الاقترانين تاخد الميت سائلهم اذا تساوي معنى ها ايش الميت الاقتران هاد الاقتران هاد زائد 4 x زائد 5 هذا نفس الشي دايما ما يكون عندك سكوين ستيروم وسؤال x goes to infinity بالطريقة هاي عالسا ساين والكو ساين بالشكل هاد وx goes to infinity هتاخدهم على سكوين ديروم لانه هي الاقترانات المعروفة اللي بتقدر انك تحصلها ماذا قيمتين خد ساين اكس عفوا هتخكي لي ساين اكس هي اقل من او يساوي الواحد وا اكبر من او يساوي الواحد وضرب ها في اكس هتصير اكس لاحظ اي انا ضربت ايش هون ضربت في اكس عشان انت اول شي بتبدأ في الضرب دخليها سبه هاد اكس ساين اكس الواحد ضرب اكس اكس والمينس اون في اكس مينس اكس تمام اجمع عليهم اكس تربيع بتصفي بتصفي سالب اكس زاد اكس تربيع اكس تربيع اكس اقل من او يساوي اكس ساين اكس زاد اكس تربيع هذا الكلام شو مالو اقل من او يساوي اكس زاد اكس تربيع طيب نمتاز هيك انا البص تخلصته حسنا شو بعمل بقسم على المقام كامل اكس تربيع زاد اربع اكس زاد خمسة بتصفي كالتالي بصفي اه مينس اكس او اكس 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 على ثلاث اكس زاد اربع اكس وهذا ايش المقام اقل من او يساوي اكس ساين اكس زاد اكس تربيع على ثلاث اكس تربيع زاد اربع اكس زاد خمسة اقل من او يساوي اكس تربيع زاد اكس على ثلاث اكس تربيع زاد اربع اكس زاد خمسة طيب عالي العالي هيك انا انا جبت الاقتران نفسه اللي في اللمت تمام وبد احصره ما بين اقترانين حصرته بين اقترانين دي اخد المت سهده الاقترانات تمام عند ايش اكس قوز تو انفينيتي خد الاول خد الاول خد الاول limit تو انفينيتي بتطلع هذا فراكش انت تخيل خيال تمام هذا خدله limit لانفينيتي طيب هذا فراكشين الفنكشن صح ولا لا مزبوط درجة البسط اثنين درجة المقام اثنين فبالتالي باخد معامل اعلى حد في البسط ومعامل اعلى حد ايش في المقام او اعلى قوة واحد على ثلاث. اي من هون واحد على ثلاث. علييمين ECRB增. سعلى ثلاثة أكس تربيع زائد أربع اكس زائد خمسة نفس الطريقة فراكشن الفونكشن داخد limit تو انفينيتي باخد اعلى ايش اعلى قوة واعلى قوة شمو عاملها واحد stock 1 يجيب ext وضع الواحد على ثلاث صح rpm معنى هي Limit XS X X-3 على ثلاثة X-3 على ثلاثة X-4 X-5 نساوي 1 على ثلاثة هذا بكل سهولة بكل بساطة هاي بالنسبة للأمثلة التي على موضوع سكويز ثيوم هو سهل و بسيط وموضوع قصير جداً تمام سكويز ثيوم هو محاضرتنا هاي كل هاي موضيع متسارع وسهل وهو سهل وبسيطة تمام يعبر عن تجميعات فعلياً أنا حليت لك السؤال الأول هذا والثاني الثالثة خلي عليك فسدير سهل بسيط جداً ما سديل بالك منشجلة انه هون الدكتور مخربط هادي ناس يحطها واحد على اكس وهون هادي واحد على اكس تمام بس انت عدلها عدلها من عندك تمام نيجي هسا على موضوع جديد موضوع ايش الهو موضوع ايش المحاذي الاسمبتوت معناها المحاذي خلاني نحكي في البداية خلاني نحكي عن معنى ايش الاسمبتوت مثلا لما يكون في عندك وكيف تعرف عليهم بالرسم لما يكون في عندك انت اقتران مثلا تمام مرسوم زي هيك تمام هاي من هم موصول وهون في عندك كان خط بالشكل هاد ممنوع يصيبه الاقتران خط بالشكل هاد ممنوع الاقتران يصيبه هذا الخط هي قيمة اكس اللي هون تمام هاي بتعبر لي عن ايش بتعبر لي عن ايش بتعبر لي عن تعرفها شو هي بالرسم عشان نحكي عنها كيف تكتير تطلعها انت عن طريق النهايات تمام هاي عبارة عن vertical asymptote المحاذي اللي هو ايش قيمة ما بيقدر الاقتران انه ايش انه يجي عليها ما بيقدر الاقتران انه يجي عليها يعني قيمة لا اكس تمام اقتران ممنوع انه يمسها تمام 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 اذا كان الشرط التالي اذا دعام ف اذا 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 نهاية الاقتران و ااجس تقول لقيمة معينة تمام سواء من اليمين او من اليسار وهذه القيمة أعطتك infinity أو minus infinity كجواب للنهاية هذا بيكون عبارة عن إيش؟ هذا بيكون عبارة عن vertical asymptote هذا بيكون عبارة عن vertical asymptote تمام؟ تمام خلينا نأخذ علي أمثلة أول مثال بيحكي لك f of x بسبب 1 over x minus 2 عشان أنا ريحك يعني تمام؟ vertical asymptote هو بيعطيك إيش؟ اقتران تمام؟ وبيحكي لك هذا الاقتران وين إلو vertical asymptote أنت بدك تدور على قيمة تأخذ عندها المت هذه القيمة تأخذ عندها المت من اليمين أو من اليسار أو من كلاهما تمام؟ بدها تكون إيش؟ بدها تكون إما صفر مقام أو إشي بيحقق صفر داخل لن أو إشي بيحقق سالب داخل لن وهذا الكلام أنا كاتبت لك إياهون هون دكتور كاتب لك نأخذ النهاية عند مشاكل الاقتران أو أطراف الفترات شو مشاكل الاقتران؟ إما أصفار مقام برصد حكي تضيفها هاي النوت إما أصفار مقام بتكون مشاكل الاقتران أو لن للإكس وير إكس إما بتساوي صفر أو إكس تعطيني قيمة سالبة تمام؟ هذه الشيخات مشاكل اقتران بكتدور عليها صفر مقام أو إيش؟ أو لن يعني جواته صفر أو سالب طيب نأخذ هون شوفي عندي صفر مقامه إيش؟ إكس إيكوال 2 بأخذ لمت F of X واحد على X minus 2 as X goes to 2 from the right side طيب إكس تأول إلى 2 من اليمين هايش راح تعطيني واحد على صفر صح ولا لا؟ مضبوط واحد على صفر معنى هجواب أني هاي إما إنفينيتي؟ أو ماينس إنفينيتي؟ عال طيب لما أجي على 2 من اليمين وأعوض قيمة أعلى من 2 بشوي هيعطيني تحت إيش؟ موجب معنى هايش تساوي الإنفينيتي أيوة خلص طالما عند قيمة معين سواء من اليمين أو من اليمين أو من اليمين معنى هايش تحكي إكس إيكوال 2 is a vertical asymptote حسب التعريف is a vertical asymptote عم بيجيك سؤالة امتحان بضع دائرة بجيبك اقتران وبيحكي لك أي مجموعة من القيم التالية بيكون معطيك مجموعة من الخيارات تمثل vertical asymptote للإقتران الموجود عندك إنتم عشان ما تنعجق بالخيارات وتاخد الليمت عند كل الخيارات شوف صفر المقام أو لن داخله سالب أو لن داخله صفر يعني قيمة بتحقق لن داخله سالب أو داخله صفر بس بكل بساطة نأخذ المثال الثاني تمام عندي f of x x x x 6 بهذه الحالة لما تشوف هيك اقترانات مثلا على يعني عبارة تربيعية فوق وعبارة تربيعية تحت حلل الفنتين وشوف اللي يمكن اختصاره الصفر اللي يمكن اختصاره تمام من أصفار المقام يعني هذا أكيد مش vertical asymptote مثلا هاي خدها انت ها شو تساوي فعليا x-3 x-3 على حلل x- 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 عددين ضربهم 6 مرش محمس سالم 5 3 و 2 صفر المقام x-3 يمكن اختصاره شايف لانه موجود وين في البسط وبالتالي هل هاي راح تمثلي vertical asymptote بالتأكيد لا منحكي x goes to 3 حتى لو اخدت حتى لو اخدت الميت f اللي هنا في صدر اختران x-3 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 x-2 تمام as x goes to 3 لاحظ انه صفر هاد مع الصفر هاد راح يروح نتعوض نتالي عود ثلاث 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 ليش ثلاث 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 2 مش plus 2 x minus 2 تمام في x minus 2 هل الاثنين بقدر اني اختصرها لا ولو عوضت الاثنين هيطلع عندي ايش 2 نقص 3 سالب 1 سالب 1 في 5 سالب 5 على 0 صح ولا لا مزبوط سالب 5 على 0 طيب انا باقترب عليها من الاثنين هتعطيني اما infinity أو minus infinity باقترب على الاثنين من اليمين من اليمين ايش اكبر من الاثنين بشوي هي عندي هون سالب وعندي هون موجب تحت 2 نقص 3 عندي سالب وهذه ايش اكبر منها بشوي فهون عندي موجب سالب في موجب سالب سالب في موجب سالب سالب على سالب موجب فيساوي الانفينيتي فبالتالي هي ايش vertical asymptote بحكي f of x has a vertical asymptote has a vertical va يعني vertical asymptote at x equal to 2 ومهم هاي المعلومة الموضوع انه صفر المقام اللي يمكن اختصاره لا تعتبر vertical asymptote وما تدرس عنده اصلا تمام لانه خلاص على طول سيتم اختصاره هتكون ضيعت وقتك على الفاضي و تدرس عند صفر المقام اللي لا يمكن اختصاره عشان تشوف انت هيتطلع معك vertical asymptote ولا لا طيب و اكتب ال limit اللي يجعل لبعده اللي بعده السيد العزيز بحكي ليجيه بx بساوي lin x lin حكي انا شو مشاكل اللن وين بتكون انه تكون ما داخله ايش صفر فباجي باخد بحكي limit باجي بحكي limit lin x as x goes to zero from the right side يعني x بيجي للزيرو من اليمين وفعليا ال limit فش عندي lin عفوا lin فش عندي zero تأتي اليه من اليسار ما تقدر تجي لزيرو من اليسار يعني كتب شرح توصري zero اصلا شرح تجي من اليسار تمام حسب رسمته راجع رسمته بتشوف انت كيف لان رسمته فعليا زي هيك هاتك تقدر تأخذ لو انت ايش zero من اليسار ورسمة lin عامل الموصل حمل زي هيك فبالتالي فش عندي اقترب من zero من اليسار واخترب الى انا فقط ايش من اليمين واضح اني لما اكس تقول للزيرو اكس عامل تقول للزيرو لاني الاكس عامل ويقول ايش هينازل لتحت للسارب infinity فبالتالي في عندي ايش في عندي vertical asymptote at x equal to zero في عندي vertical asymptote at x equal to zero هاي من الرسمة بيانت معاك تمام لانو لما انا ارسم ال lin باجي ايش تهيك لل minus infinity طيب نيجعل لي بعده f of x بيساوي sine x على x هون شو عندي المشاكل صفر المقام طيب صفر المقام x equal to zero ما جي باخد limit sine x على x as x goes to zero من الرائت او من اللفت هل باح يأثر عندي لا ولا هيأثر في اشي لو اخدت من الرائت سايد هيعطيني one لو اخدت من اللفت سايد برضو يعطيني ايش one طب طالما اعطاني one ما اعطانيش infinity و minus infinity معناها ايش معناها f of x has no vertical asymptote ملوش ولا اي ايش vertical asymptote f of x ملوش ولا اي vertical asymptote اطلاقا تمام بس هذه يعني بس مجموعة من الافكار هيك بكل بساطة طيب في عنا هسه سؤال خارجي هذا السؤال خارجي صراح سؤال مهم وفكرته قوية حاول انك توقف الفيديو وحاول انك تحل السؤال هيك قبل ما اني ايش احلي لك يا خلينا بلاش في حل هسه تحكي لي هون في عندي انا ممكن اعير مشكلتين عندي مشكلة اولى اللي هي صفر داخل اللين وممكن اعير مشكلتين عندي اصفار مقام حكيك مية في المية اني اللي تاخد خليني افرجيك step by step واني نتعلم ايش بالتجربة خلينا ناخد x3-9 يلا شو تساوي صفر يعني اخد اصفار ما داخل اللين بالبداية بدأ درسهم فx تساوي موجب او سالب ثلاث خد الليمت على طول limit 1 على lin x3-9 as x goes to 3 من الرايت سايد طيب x goes to 3 من الرايت سايد هل رح تواجيه vertical asymptote ولا لا بعوض بعوض مثلا تعوض اشي اكبر من الثلاث بشوي يعني يعني اما احكي x goes to 3 from the right side هيتعوض اشي اكبر من الثلاث بشوي هيعطيني lin اشي قريب جدا ايش من الزيرو فبالتالي هدا ما يكون اشي lin اشي قريب جدا من الزيرو هدا رح يكون شو هيكون minus infinity هيطلع معي واحد over minus infinity ورح يساوي ايش الزيرو ايوه طيب هل بقدر اخد الثلاث من اليسار لا طبعا ما بقدر اخد ثلاث من اليسار سالب ما داخل lin وهدا شيء غير منطقي يعني هيا does not exist طيب باخد limit ناس باخد الثاني واحد على lin x تربيع minus 9 as x goes to minus 3 من left side ايش من left side من right side تطيني ايش does not exist من left side بقوض اشي اقل من سرب ثلاث بشوي بربعه يعطين اشي اكبر من 9 في شوي ناقص 9 يعطين رقم قليل جدا يأو الى صفر واحد على تقريبا lin الصفر يعني واحد على minus infinity ويساوي zero ايوه ساوي zero ما ساوي الاش ما ساوي الانفينيتي ولا الـ infinity فبالتالي عندي 3 وال minus 3 ما عندي vertical asymptotes خليني يحكي لك قاعدة جميلة جدا لما يكون عندك lin في المقام بالطريقة هيا تجدت له vertical asymptote تطلع على أصفار مداخل lin نهائيا ما يفرجتك ليش هيطلع معاك 1 على infinity أو 1 على minus infinity تمام فما تطلع على أصفار مداخله تطلع فقط على أصفار المقام نفسه لانه هيك وش يطلع معاك vertical asymptote بينما لو اجيت وطلعت على أصفار المقام نفسه نيجي نصفر المقام نيجي إلى الطرفين اكس تربيع ناقص 9 شو تساوي e to the power 0 1 انقل خد جذر اكس تساوي موجب سالب جذر العشرة طيب خلنوخد موجب سالب جذر العشرة كلمت limit واحد على lin الاكس تربيع minus 9 as اكس goes to the square root of 10 تمام طيب عوض هسا واحد على lin جذر العشرة تربيع قديش واحد على lin جذر العشرة تربيع عشرة عشرة ناقص 9 واحد lin الواحد صفر ويعطيني واحد على صفر ويساوي الانفينيتي فبتالي جذر العشرة معانا vertical asymptote limit واحد على lin اكس تربيع ناقص 9 as اكس goes to minus square root of 10 ساري بجذر العشرة تربيع عشرة ناقص 9 واحد لاني واحد صفر واحد على صفر ايش اه واحد على صفر بالتالي النهاية شوية تساوي الانفينيتي تمام فبالتالي بحكي انه f of x has vertical asymptotes at x equal positive negative squared root of 10 شايف على طول بتطلعها عند ايش عند اصفار المقام ما تطلع على اصفار ما داخل الين اذا كان الين في المقام اذا كان الين في المقام طلعش اصفار ما داخله طلع فقط على اصفار المقام نفسه هاد بالنسبة لموضوع ايش ال vertical asymptotes تمام هاد هيك بس محاضرة خفيفة لطيفة ناقصنا فيها في البداية two examples لطيفات كانوا افكار جديدة بعدين تكلمنا عن موضوع squeeze theorem وختمنا بموضوع vertical asymptotes كان معكم الجهنين نص القيمة التعليمية شكرا